شايفين كل الورق الحلو اللي قدامي ده؟ كل ده عبارة عن أي سؤال بيجي في بالك متعلق بقرد أو مساعدة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر أو الاتفاق الأخير بمعنى أدق طيب، مين اللي عمل الورق ده؟ اللي عمل الورق ده مركز المعلومات التابع لمجلس الوزر عمل وثيقة لطيفة جداً جداً وشاملة جامعة إلى أبعد الحدود بتردلك في خمسين سؤال، خمسين سؤال بالعدد يعني على أي تساؤل جاي في بالك؟ أي حاجة يعني على سبيل مثل كده أول تساؤل هيبدأ يشتغل عليه الأخوان وبدأوا يشتغلوا عليه بقالهم كذا أسبوع ولا حتى كذا شهر من ساعة متقال مصر بتعمل اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي فأول حاجة قالها الأخوان وبدأوا يبخوها ويبثوها ويوسوسوا بيها فودانك هي شروط صندوق النقدة تبقى شروط قصية جداً وأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية هيرفع بالمناسبة أي شرط يعني في المطلق ولا شرط واحد ما قالش لا اعمل لي كذا وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا عايزك تدمر الناس وتفقر الناس وتاخد الحماية الاجتماعية من الناس طب أنا هزيدك من الشعر بيتها هو الصندوق طالب العكس آه طلب العكس الصندوق طالب مد شو بقى مد شبكة الحماية الاجتماعية أكتر من اللي هي عليه الصندوق طالب إنه عدد الأسر اللي بيش المشمول في تكافل وكرامة على سبيل المثال يعني مش هقولك طلب مشورة الصندوق لأنه الصندوق يا سادة يا كرام بيقدم المشورة بيقولك فين بردمجك الاقتصادي في بردمجك الاقتصادي بتقوله اهو أنا هعمل كذا في الحماية الاجتماعية هعمل كذا في التأمين الصحي الشامل هعمل كذا مش عارف في الصناعة هعمل كذا في التجارة هعمل كذا في الزراع إلخ 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 في كافة مناحي الحياة داخل جمهورية مصر العربية فيما يتعلق باقتصادها فالصندوق قالك ايه طيب يا جماعة احنا بنقول لكم بعد اذنكم حاولوا تخلوا شبكة الحماية الاجتماعية بتاعتكم تكافل وكرامة تحديدا تغطي خمسة مليون اسرة اضافية الله امال ازاي العائلة بتاعت الاخوان طلعت قالت ده ما السندوق هيلغي الحماية الاجتماعية السندوق لا يلغي ولا يفرض خالص السندوق يقدم المشهورة هو مشهورته لا زود لي شبكة الحماية الاجتماعية بالمناسبة ده معناه انه البرمج الاقتصادي المصري المقدم للسندوق بيشمل مضلة حماية الاجتماعية واسعة السندوق ارطأ انه زودوا هالي الخمسة مليون اسرة اضافية ده مثلا عمموا هنا مشهورة السندوق مرة تانية يشير علينا بايه يقولك طيب يا جماعة احنا عايزين تعميم لنظام التأمين الصحي الشامل وتقديم الدعم الطارق لكل ما لديهم بطاقات تموينية خلولك احنا كنا بدأنا ده بالفعل عملنا دعم طارق للبطاقات التموينية